نحن على الأبواب بطولة غرب آسيا وكأس الخليج هل ستشارك قطار بالمنتخب الأول؟ أم ستتم تجربة لاعبين جدد؟ نحن اعتذرنا على المشاركة عن غرب آسيا من زمان من أول ما جاءت الدعوة نحن اعتذرنا لأنه الوقت وقتها كان قريب جداً من كأس الخليج وخاصة نحن تغريباً الفريق الوحيد اللي في غرب آسيا مع العراق ولبنان اللي نشارك في تصويرات كأس العالم فاعتذرنا عن المشاركة فيها كأس الخليج نحن نتعاودي دائماً نحن نشارك بالفريق الأفضل يمكن يكون هناك بعض العميد الشباب للحصول على فرصة وتأهيئة الفريق اللي بشكل أفضل حق تصويرات كأس آسيا وكأس العالم لكن دائماً تواجد نكون بالفريق الأول الفريق اللي راح إن شاء الله يطمح بالبنافسة لكأس الخليج ما الفائدة من إقامة كأس الخليج وكل الفرق الخليجية ستشارك في بطولة غرب آسيا؟ أنا اتفق معات لو قلنا لو اتفقنا أو حددنا شال أفضل حق المنتخبات هذه ونختار بطولة واحدة على طول يعني مش أشار التوقيع لكن الآن الجهات المنظمة للبطولتين تختلف غرب آسيا في اتحاد غرب آسيا هو مشكل من دول قرب آسيا كلها وبعضها تشارك في البطولات وبعضها لا تشارك على حسب وفي لها نظام أساسي مختلف ورؤية مختلفة كأس الخليج كلنا عارفين قصة كأس الخليج واعتقد أنها قصة تاريخية يجب أن تستمر يمكن اللي خلات تطرحين هالتساؤل مثل ما حصل قبل بطولة كأس الخليج في اليمن واللي حصل الآن أن بطولة غرب آسيا دائما تأتي في نفس السنة وقبل بطولة كأس الخليج بشهرين أو شهر فأنا من يعني ممكن أنا شوي راح أكون متحيزة كأس الخليج أنا شو كأس الخليج بطولة يعني ولدت لي تبقى وكل يمكن دول الخليج تدعم هذا الراي أو مع هذا الراي أو يمكن عندهم أرامة متشددة أكثر أن كأس الخليج تستمر بطولة غرب آسيا يمكن اتحاد ولد متأخر بعد كأس الخليج بفترة وممكن يعاد تنظيم أو برمجة البطولات بشكل أنه ما يصير هذا التعارض اللي قلت عليه فبالتالي الحل في التنظيم وليس في إلغاء مسابقة عن أخرى رغم خصوصية بطولة كأس الخليج لإبناء المنطقة إلا أنها أصبحت عبء بسبب عدم وجودها ضمن خارطة الأجندة الدولية نحن اتفقنا كأرعيسات التحدات أو كمؤتمر عام لكأس الخليج أن نثبت التاريخ بحيث أن نحن كل ما ثبتنا هذا التاريخ واتفقنا على على تاريخ محدد لفترة طويلة ممكن نقدر نغنع الفيفا أو الأيف سي أن يعتبرون الأيام هذه أو البطولة هذه ضمن الأجندة التحد أدري أن هذا صعب جدا وقريب من المستحيق ولكن نحن نحاول فأنا أرى بطولة كأس الخليج يعني بالعكس تواجدها مهم في منتخبات اللي ما تواصل بشوارها في التصويات وتحتاج أنها تلعب بطولات منتظمة قرب آسيا أحد الأختيارات وكأس الخليج كلمة تسرر أن ننظم الوقت ونحدد فترة أو وطك محدد وتاريخ محدد ونستمر عليه فأنا أعتقد أن بعد ما رح نجد صعوبة في 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 الزحم اللي قلت عليها نحن عندنا مشكلة الآن ليس كأس الخليج عندنا مشكلة كأس آسيا أو الاتحاد الأسيوي اللي قاعد يخترع أجندات غريبة يعني حاط رباراتنا مع اليمن في ستة اثنين بعد كأس الخليج أمننا بالله لأن هذا في فديت عندنا نحن تصوير كأس العالم في فديت مع كوريا في كوريا يوم ستة وعشرين ثلاثة طلع اخترعوا لنا التاريخ يوم يوم ستة وعشرين ثلاثة فأنا لازم ألعب مع البحرين كأس آسيا وسافر كوريا ألعب مع كوريا ستة وعشرين ثلاثة فإذا شفنا لو اعتبرناها لو اعتبرنا عشان ما حد يفهمني غلط أن كأس الخليج مصيبة في البحرين يناير القادم منتخب البحرين أول منتخب أنا أشوفها مرشح للبطولة لعدة أسباب منها أن أول دولة قيبت عليها بطولة الخليج من المنتخبات القوية واللي ما حصل على البطولة الخليج لحد الآن بمعنى رئيس الاتحاد للغطر يقول إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أن قطر تكون مرشحة لكن دائماً البلد المستضيف البطل السائل البطولة اللي قبل اللي هو انتخب الكويت ودائماً ما نخرج ما نخرج منطلع السعودية من التنشحات يعني باقي العراق والإمارات وعمان وكلهم صارحة فرق قوية لكن أنا أقول الأقرب الأقرب حقاً السعودية والبحرين قطر لديها رصيد بخليجي 11 وخليجي 17 هل تنون على اللقب الثالث؟ نحن كل بطولة في كاس الخليد نشارك المنافسة ولكن في الآخر هي كرة غدم يعني فيه فرق أقوى منك مرات تكون وفرق تكون مستعدة بشكل أهضل ظروف أخرى فأقول لك كل الكاس خليج ندخلها نحن طموح لنأخذ الكاس فأنتمنى هالمرة تكون استعدت سعدت حمد بن خليف بن أحمد الثاني رئيس التحاد القطر لكرة القدم شكراً على زواجتك معنا في سكاينيوز عربية شكراً شكراً